ما اكثر طرق الموت في اليمن وما اقل سبل الحياة في بلد تقدمها الحرب والاوبئة والامراض كل يوم يجد الموت طريقا لخطف ارواح اليمنيين اصبح السكان قطاعات موزعة ولكل قطاع سبب للموت سواء الاطفال او الراشدون او الشيوخ باتت فرص الموت متساوية امام الجميع من لم تقتله الميليشيا قد لا ينجو من غارة طائشة للتحالف ومن ينجو من الاثنين لا يعني انه ظفر بالحياة فهناك الامراض السارية والاوبئة القاتلة التي عاودت اجتياح اليمن بعد عقود من اختفائها وحتى الامراض المناعية هي الاخرى لا تدع مجالا للحياة امام المصابين بها وامام انهيار المنظومة الصحية اصبح بامكان اي مرض بسيط ان يتحول الى قاتل شرس في ظل افتقار الاهالي للعلاج والخدمات الصحية البسيطة التي كان بامكانها الحيلولة دون وفاة الاف اليمنيين حسب تصريح منظمة الصحة العالمية مؤخرا حذرت اللجنة الدولية لصليب الاحمر في اليمن من استمرار اهمال الرعاية الصحية بمراكز غسيل الكلة اذ يواجه الاف اليمنيين شبح الموت وحدوث كارثة انسانية كبيرة مدير البعثة في اليمن كارلوس باتس قال ان اربعة الاف واربعمائة وستة وعشرين مريضا بالفشل الكلوي باتوا يواجهون شبح الموت نتيجة توقف اربعة من مراكز غسيل الكلة بالاضافة الى شح الادوية والمواد الخاصة بالغسيل في بقية المراكز كارلوس اضاف في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المؤقتة عدن ان معدل الوفايات بسبب تدني خدمة المراكز الصحية في اليمن بات يشكل خمسة وعشرين في المئة من اجمال الوفايات في البلاد